اشتركوا في القناة خلينا نبلش من نقطة مغادرة الرئيس الحريري نرجع شوية لورا اليوم غادر الرئيس الحريري بيروت مع انه كان رشح هيك بعض الاجواء المقربين حوله اللي بيدوروا بحلقاته جربوا هيك يشايعوا شوية ايجابيات انه يمكن تكون عودة او تمهيد للعودة بس يبدو انه الافق عودته مش مزبوط بداية او لم ينضج بعد بداية كيف شفت مشهد عودة الرئيس الحريري هذا العام طول اكتر من بقية الاعوان وفيه ناس زروا وفيه ناس ما زروا كيف شفت كل المشهد لكن هذه السنة لانه يعني فعليا فيه فيه فريقان سنيان عم يتنازعوا بالمنطقة الفريق اللي يوصف يعني متطرف مثل حماس او هو معادي لإسرائيل والفريق التاني اللي هو اكتر بده انفتاح وبده اندكشه واللي بينتميله سعد الحريري فكان فيه هيك يعني بعض البعض الشك انه هل السعودية تريد ترتيب اعادة ترتيب او راقها في لبنان نحن عم نشوف من اربعة شهر فيه نمو لحركة الجماعة الاسلامية هل السعودية مهتمة بالعودة الى الملف اللبناني او مش مهتمة طبعا اذا السعودية مهتمة يعني بدا ترجع تحرك سعد الحريري او تسمح لسعد الحريري انه ينشط سياسيا لهيك كان فيه بعض الشك انه هل فيه تحول ما سعودة صراحة بس ايجا سعد لا بسرعة يعني تأكد هدا الشي رغم انه الشك كان كتير بسيط يعني ما كان فيه ولا هنت او دليل انه ممكن يكون فيه عودي للحريري هلأ الحريري ايجا بسرعة تأكد انه هدا الشي لا غير صحيح بالوقت زيته الحريري استفاد من الجو الداخلي وجو الاكليمي مشان يعمل حركة حلوة لقلو انه انا موجود انا ما زلت موجود هلأ طبعا الحركة الشعبية كانت اصغر مما كانت عليه من قبل بسنة طبعا كل يوم هو حيبعد كلمة الحركة حتصغر وتصغر فبطبيعة الحال قال انا موجود ولكن بعدني مش ماسمح لي بالشغل السياسي وبالتالي بالبعد السياسي الكبير خلصت الزيارة خلصت تدعياتها خلصت كل الخبرية وما عملت خضي لهتنا 24 ساعة سلتنا 24 ساعة مش اكتر من هيك مش حدث سياسي مفصلة حدث سياسي سينوي كتير بياخدنا على مشهد طائف السنية ككل اللي هو مشهد كارثي صحي مش عم نقول مش عم وافقك انه المشهد كارثي عند الطائف السنية لانه يمكن في البعض بالطائف السنية بيشوف بنجيب مئاتي واداءه السياسي مميز بيظل الفراغ الرئاسي ما بعرف هلأ نتحدث اكتر عن هذا الموضوع بس اليوم عودت سعد الحريري رئيس الحريري الى بيروت على المشهد السياسي اللبناني منه حاجة؟ أليس بحاجة؟ طبعا حاجة لانه هاي دي بترجع بتربطنا بالطائف السنية لانه فيه فراغ عن طائفة كتير كبيرة واساسية ورئيسية بالبلد لم يستطع خصوم الحريري لهم خصومه واصدقائه لم يستطيعوا ملئ هذا الفراغ انه اليوم القوات اللبنانية ومثلتها بأشرف ريفي بطرابلوس ما في حالة لا شعبية ولا سياسية يعول عليها انه شي جدي والانا مرجعية سنية بطرابلوس ايضا فايصال اكرامي وجمعية المشاريع اللي اثبتوا عن حضور كتير كبير انتخابي بطرابلوس قريبين حلفاء لحزب الله كمان ما فيهم نقولوا ان احنا حالة سياسية تعود طيار المستقبل وليد البعريني انه عظيم بعكر بس انه مش حالة سياسية كمان فيه فراغ لا فيه فراغ لساعد الحريري ما حدا قادر يكون عم بعبيه فراغ سياسي في هذه الطافة فبهذه اللحظة اللي هي القدمة الصيرية وهذه المرة بالحلقة كنا عم نحكي عن المسيحيين كيف يقاربون هذه المرحلة فيه ازمة اكبر المسيحيين بمعزل انه كيف بيقاربوا هذه المرحلة بالحد الادنى عندهم وجود كي بدون يعبروا عنه كي بدون يظهروا بنحكي فيه كتير ولكن طائف السنية لا يصني ما في حدا تيجي تقولي مع مين بدنا نحكي عن مين بدنا نكتب شو بدنا نعمل مع مين بواحد بده يفكر هذا الشيء كله غير موجود اليوم بالطائف السنية الرئيس مئاتي مش نكفه وموفه لا ما لكن الرئيس مئاتي ما استرجى تخيلي سعد الحريري بيش هون وما استرجى يعمل انتخابات نيابية بطرابلس ويروح يجيب يعني هو قال انه انا بدل ما روح عامل انتخابات بيطلعوا نواب وبرجع بيشتريهم او بديشوا بعملهم شو التعبير يلي يستخدموا يعني بس انه ما في حالة ما في حالة سياسية ما في نجيب مئاتي اليوم يقول انا امثل السنة في لبنان مين بيمثل نجيب مئاتي يعني نجيب مئاتي بيسترجى يطلع اطرابلس رئيس حكومة لبنان من مدينة طرابلس بيطلع اطرابلس وينو من طرابلس لانه لتعمل زعامي بدى جهد وبدى شغل وبدى حضور وبدى ادوات وبدى قصة طويلة عريضة هو اذا بيقرر فيه اذا بيقرر نجيب مئاتي بالسربي اللي معه اياها اكيد فيه روح يعمل زعيم يعني ما احد عم بشكك بقدراته ولكن ما بدوا يصرفهم له المصريات ما بدوا يتحرك ما بدوا يشتغل يعني مستهين انو انا بالهين بروح برضى اثنين ثلاثة بعمل رئيس حكومة لشو بدي روح عامل زعيم تحت اعمل رئيس حكومة او نفس على الزعام برضى اثنين ثلاثة وبروح بعمل رئيس حكومة يعني مستهوين الطريق فيه ازمة عن طائفة سنية عبرت عنا زيارة سعد الحريري كتير فيه فراغ بطائفة سنية بلحظة هالقد صعب للبلد بلحظة هالقد المنطقة عم تمرق بخضات السعودية اخذي ارار غريب عجيب يعني هي تواصل انكفاءة بالحد الادنى السياسي يعني الشعبة تواصل الشغل بطريقة تانية مختلفة تماما وفيه فراغ هون كتير كبير يعني وما فيه جماعة الاسلامية حتى اذا ايجيت قالت انا بدي اشتغل تروح تقول انا بدي عبي فراغ وتقول فتلك هيك نظارك لشي اليوم مثلا فيه جمعية تابعة مش انه فيه منظمة تابعة للسفارة التركية بالبلد طيب عم تشتغل عند المسيحيين اكتر ما عم تشتغل عند الطائف السنية بدي قطيكي بس هيك مثل تاني انا بضيعة انا مضيعة من عكار المسيحية بهاي الضيعة المسيحية فيه اربع كنيس وفيه اربع احزاب وفيه اربع جمعيات وفيه لجنة مختربين وبالتالي اذا حدا سكرت بيوجه على الاخير وكان كتير مضطر على شي بيضل عنده باب في روح يدق عليه يعني فيه 12-13 جهة موجودة في هذه الضيعة بمعزل عن احجامهم عن تفاوتهم عن قدراتهم بس فيه 13 باب بيندق عليه طيب بالطائف السنية بالضيعة السنية اللي حدنا ما فيه ولا شي من هيدا يعني بطل فيه احزاب لا وجود لأي حزب حتى الجماعة الاسلامية حتى هونك المثل مربوط شوي بالتركي التركي ما عم يحرك باللبنان ما عم يحرك كما يظهر في الاعلام تحركوا كتير خجول يعني التركي غير معنية السن السعودية غير معنية مصر غير معنية قطر غير معنية جماعة الاسلامية موازنتها بتضحك يعني موازنتها كتير شكلية وبالتالي فيه فراغ سنة لا مرعب انه اه بتضيعة المسيحية بتلاقي 13 جهة طبعا بتضيعة الشيعية في جهة معاوضة كل الجهات بتضيعة السنية ما فيه ولا جهة ابدا وبالتالي فيه فراغ سياسة اكتر من قصة سعد الحريري بتجي زكرة 14 باط وزيارة الحريري تواحد يرجع يشوف امامه هذا المشهد الهائل نحن اليوم بفراغ كتير كبير عند الطائف السنية برايك عودة سعد الحريري الى المشهد الى خلان قول عودة الجسدية الى بيروت خلان نبلش من هون مرتبط بالوضع الداخلي او مرتبط بشيء اقليمي اكبر من الوضع الداخلي لانه يحلل البعض بان يقول انه هذه الجهة السياسية هي اللي طفش ازبادا نستعمل الكلمة سعد الحريري وفي بعض اخر بيقول لا اللي طفش سعد الحريري عم نستعمل الكلمة الدارجي يعني نجا منقول هو شيء اقليمي اكبر انه اصدق يعني الجهة الداخلية انه التيار دفع لكن بيسمع هيك شوية اشي يعني اخر شيء مش من زمان رجعنا اسمانه عالتليفزيونات عم بيقوله ذات شيء بس تم خطف سعد الحريري او اقاف سعد الحريري التيار عمل المستحيل تايروح يجيب سعد الحريري يعني ورغم كل الاداء انا بالنسبة له التفاهم بين الطيار وسعد الحريري هو كان كمة السوق يعني طب ولكن ولكن مع ذلك يعني عمل الطيار المستحيل لسعد الحريري يرجع يجي يقلع ويشتغل ويعمل انا بالنسبة되ولي ان الله يسمحهم على اللي يعملو اكلامة سعد الحريري سعد الحريري لا يمارس العمل السياسي مش لأنه زعلان من جبران بيسيد أو لأنه زعلان من سمير جعجع أو لأنه عدبان على مدرمين سعد الحريري لا يمارس العمل السياسي لأنه فيه قرار سعودة جازم وواضح أنه أنت ممنوع تشتغل سياسي حتى إشعار آخر نحن لهذا مش سامحين هل ممكن بيوم الأيام يرجع السعودة يغير مؤربته يغير نظرته أو خلص طوى هذه الصفحة بشكل كامل ويستثمر أكثر بأفريقاء آخرين أو مبسوط مثل ما هو هلأ بلى ما يكون متورط في عنده شخصية تانية يستثمر في الجهة السعودية هل فيه الطائفة السونية شخصية غير سعد الحرير لحظة البقرره طبعا لحظة البقرره أنا أكثر حدا بنسبة إلي بيدحك خذي فؤاد المخزومي إذا أرروا هلأ يستثمروا بفؤاد المخزومي بلحظة فؤاد المخزومي كل الشهد يلي عمله هلأ طلع نايب ببيروت حدا غيره كان يجيب معه خمس نواب بالجهد يلي عامله بالجهد المالي والخدماتي والسياسي والمزايدي والتحريضة حظب الله وغيره وخيره طلع نايب إذا اليوم تجي السعودية بتقول نحن رجلنا في لبنان هو فؤاد مخزومي كما قالت في يوم الأيام رجلنا في لبنان هو سعد الحريري طبعا بصير كل المؤسسات الدينية والاجتماعية والمالية بالبلد هي عم تقول نحن مع فؤاد المخزومي يتحول هذا المشهد بـ 24 ساعة لما أنت اليوم تفيق بلدية بيروت تقول نحن صرنا مع فؤاد المخزومي لما تقول مؤسسة الدينية تقول نحن مع فؤاد المخزومي مع عدة شغل طبعا مالية وأعلامية والتلفزيونات اللي كانت تتهلل لسعد الحريري تصير تهلل لفؤاد المخزومي ترجع بتعملي موجي وبتحطي له عنوان والشعار مثل ما قالوا لنا أنه في الربيع جاي مع رفيق الحريري الله يرحمه ويقول لنا الربيع جاي مع فؤاد المخزومي برجعوا الناس بحبوا لفؤاد المخزومي ويصير زعيم أنا أنا وطالع على عكار في أوتوسترات بالمني بس كنا صغار كان اسمه أوتوسترات حفظ الأسد بـ 24 ساعة صار اسمه أوتوسترات رفيق الحريري بـ 24 ساعة تانين فيصير اسمه أوتوسترات فؤاد المخزومي يعني هاي دي بالحالة الجماهرية بس يقرروا يعتمدوا فلان بيعتمد فلان وبقلع فلان سؤال فيها لسعودية بلحسن اللحظات تقول هلأ هي مثل ما هي عم تشتغل هي لا بدها ساعة الحريري ولا مع غير ساعة الحريري عم بتشبه ما هون سؤالي لحضرتك بتعتقد أنه الجهة السعودية مهتمة تستثمر مع شخصية سنية اليوم أو ممكن يكون اهتماما منصب بالساحة المسيحية لا عندها استثمارها بسمير جعجع وهو استثمار حديد هلأ ناجح جدا ولكن هو استثمار محدود يعني هو ملعبه وسيحته خلاص معروف شو هو يعني وفرجة بالانتخابات النيابية أنه حتى هو ما قادر يتوسع يعني مبذل جهد هائل طلال المرعبة وخالد ظاهر مثلا بعكار ينزلوا معه على الليحة مبذل جهد هائل بالبقى على الغربة مشان يتركب له المرشح سنة وبالتالي حضور القوات هو حضور مسيحي حضور المسيحي لا يسمح يعني ما بيكفي السعودية السعودية اليوم مثل ما هي هلأ قادرة تكون عم تلعب كفريق أقليمة بالملف اللبناني دون أن يكون لديها ساعة الحريري يعني هي مكتفي هي بتعرف أنه اليوم أكثرية النواب السنة ما هيعملوا شي هي تعارضوا حتى لو هني مش عاملين زعامي حتى لو هني مش عاملين بالتصويت بكل هيدا هني بيراعوا موقف السعودية لحديث هلأ واضح أنه هي مكتفي بهيدا الشي وما بدأ أكتر من هيك طيب إذا بدنا نحكي شوي أكتر نفصل أكتر الشخصيات أو الاستقبالات ببيت الوسط كيف هيك بتأيمها يعني مثلا يقال أنه لحديث اليوم وليت جملات لم يزر ببيت الوسط استغربت لأنه استقبل سعد حرير القوات وفد القوات استغربت أو لأ برأيك شي طبيعي لا كمان أنا برأيي يعني بس كانت حامية القصة كان هو عم يستقبل وفد القوات يعني هو كمان للزيارة بس مش هو اتهم القوات بالويشاية عليه وقت نعم وقت اتهمهم استقبلهم يعني هو لكن لو أول مرة عم يستقبلهم كان واحد بيقول في شي كتير غريب أنه عم يستقبل القوات بس هو قبل وقد كانت حامية أكتر حامية قصة الويشية أكتر هو يستقبل وفده الكوات اللبنانية وحتى هو يحافظ أنا برأي بالأفريقاء السياسيين قد ما يكون زعلان ما فيش يقول أنا بطل بدي يشوفك بطل بدي يحكي طب سمير جعجو عامل هذا الشي مع التيار بس هذا مش شغل سياسي مراهقة بيت الحريري بمعزن عن تقيم نلقيه لهم ما ننهك ما فرجوا لحظة أنه يوصلوا بالسياسي إلى هذه المرحلة وكمان إذا اليوم يعني سعد الحريري بيعرف علاقة القوات اللبنانية بالسعودية وهو حريص أنا برأيي على عدم إزعاج السعودية بنقطة مثل هذه أنه ما يكون استقبل القوات يسمح لسامير جعجو يرجع يطلع يبكي أكتر أنه لا يكون سعد الحريري شو عميل بس ألنا تارون 40 ديئة هيك يقال بيستقبلها ريت هيك إشي على السوشال ميديا ما بعرف ما عندي مع وليد جنبلات كمان لا يعول على أنه هلأ وليد جنبلات زعلان يعني وليد جنبلات بكرة بيرضى يعني وليد جنبلات والحريري ما في واحد يفوت بينتهم يعني بيقرروا يرضوا ويزعلوا بيتبخوا هني يعني أنه ما في واحد يبني أنه وليد جنبلات زعلان من سعد الحريري أو سعد الحريري ما حدا بيعرف أي ساعة بيزعلوا ولا حدا بيعرف أي ساعة بيتصالحوا وبإخل الاثنين هني حليفان يعني هؤل الاثنين حتى بس ما يكونوا متفقين بيكونوا متفقين ما يكونوا متفقين يعني النبيه بري ووليد جنبلاط وسعد الحريري أنا ما فيني يشوفهم ثلاث أفريقا هول فريق واحد يوزع أدوار واحد مرة يتحاش وواحد مرة يتراجع بس هول ثلاثة فيه تاريخ مجيد سويا تاريخهم مربوط ببعضهم عليقتهم مربوطة ببعضهم كله موصول ببعضهم سعد الحريري اليوم ممكن أن يكون اسمه ضمن تسوية معينة يعني ممكن أن نرى سعد الحريري في المشهد السياسي إذا ركبت تسوية معينة مثلا عم ناخد على سبيل مثل سعد الحريري سلمان فرنجي ممكن يكون ضمن سلط التسويات المطروحة ممكن يكون سعد حريري أحد الأسئلة هلأ لكن هو مشكلته مثلا إذا ناخد سلمان فرنجي سعد الحريري لأن هذه بلحظة كانت مطروحة أنه سلام أو سلمان فرنجي مع بعضهم كان هنا مبين أنه سلام هو يمثل الأمريكيين والسعوديين هو الفريق الثاني مشكلة سعد الحريري اليوم من نسبة للسعودية هو يمثل حزب الله يعني بطل سعد الحريري بده واسطة فيك تقل لي لهم جيبونا ما بعرف مين رئيس جمهورية فرس سعاد من خليكم تجيبوا سعد الحريري رئيس حكومي اليوم تقييم السعودية لسعد الحريري هو باعتبار انه هو مع الحزب مش معنا فبدو حدا يقنع السعودية فيه مش حدا يعني السعودية مش بيوارد اليوم تحسب سعد الحريري عليها بدو جهد هائل عند السعودية لترجع تحسب سعد الحريري عليها خلاص من نسبة له هذا الرجل كان مفروض يعمل مواجهة سنية شعية لم يقم بهذه المواجهة هو تابع او خضع او مدري شو للسنئ هيدا هيدا اذا بنا نحكي بالنسبة لقلنا كل لبنانيين منه امر ايجابي طلب من الرجل يعمل مواجهة سنية شعية رفض هذا شي ممتاز عظيم على المستوى اللبناني على المستوى المصلحة الوطنية نحنا منلاقي شي عظيم بس اللي كان عنده اجندة مختلفة للبلد بيلاقي شي سيء لهيك راح سمير جعجع شكرا سمير جعجع كان بده من سعد الحريري يعمل مشكل سنية شعية يعني بلحظة من اللحظات كان في فريق اقليمة يريد مشكل كبير بالبلد سنية شعية سعد الحريري بلحظة طبعا مشي بهذا المشروع لسنوات يعني مش انه لما شايف انه خلص ما في افق لهذا المشروع اجي قال له خي روح وتقال روح نتفاهم نشتغل بطريقة تانية هذا التفاهم في ناس في ناس خصوم لقيله بالبلد هذا مشروع التفاهم كل حدا راح باتجاهه ضغري سمير جعجع وغيره اوصوا عليه هون كمان الرأي العام اللي انا برأيش كتير اساسي يعرف هو شو بده هذا الزلمة اللي بده بلد يعيش فيه هو وولاده هل امامه كان مشروعين منذ عام 2005 مشروع بيقول تفاهم تقارب تقريب وجهات النظر نحل حبية نتفاهم نحصل قدم فينا ضمن سقف معين وفيه فريق تاني يعني بيقول لا نحن ناخد البلد الى حرب الى حرب الى مواجهات 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 انا اللي صراحة ما بفهمه كيف الرأي العام كل الوقت يحفز اصحاب المواجهات يعني يحفز الرؤوس الحامية وهذا الرأي العام اللي بده بلد يعيش فيه دايما بيحب شفنا نحن باخر الانتخابات النيابية المسيحيين خصوصا يحبون سامير جعجع بدهم خطاب مواجهة يعني اولويتهم هي المواجهة وبالتالي بدهم حرب اهلية بدهم اقتتال داخلي بدهم 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 هون بتقليلي انا بهيك حالي مرعود افهم ايه بيجي سعد الحريري بيقرب على التفاهم بيحترق ما بيعود مرغوب فيه ما بيعود بدهم ايه بدهم بدهم الناس تروح لتعبئة لا اقتتال لوعدهم باشي لا يمكن تحقيقها لا 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 هيك بيكون ماشي حاله من حبه ومنعملوا زعيم بيروح بيقول لا بدنا نتفاهم بدنا بدنا نروقة بدنا نلاقي اشياء مشتركة بنبني عليها يتم حركه وتخوينه هلأ مخترعيننا شي جديد هلأ بيروح يعني مسلا بيروح واحد بيعمل معركة شراكي وتفاهم تأمن الشراكي بتصيري انت تبعي بتصيري انت زمي بتصيري انت بيخترعو لك اشياء بتروحي انت بتقولي لولاديك طلعوا على سطح البيت اوصوا على جيرانكم بتصيري انت بطلي يعني هون عن جد هذه معركة لا تعني احد سوى الرأي العام الرأي العام يقول شو بده خليني فوت من هون عن مئاتي في هذه المعركة اللي كمان هلأ عم يعملها التيار اتفضل هلأ رح نحكي بس بالتفسير بدك هلأ وبعد البريك لانه مضطرة على بريك بس قبل البريك تكفي بموضوع سعد الحريري ونرجع بعد البريك منفصل موضوع الرئيس مئاتي وكل شي بعد تجربة التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري خلال عهد الرئيس عون في يعني على رغم هذه التجربة اللي ما كانت منيحة في جو عند التيار انه لا عودة الرئيس سعد الحريري حاجة برأيك ممكن يرجع يتفاهم هذين الطرفين التيار وسعد الحريري التيار جيزم هلأ هون جيزم بس كمان بده نقاش التيار يقول ان هو بيحترم المكونات الطائفية الأخرى وبالتالي هو سعد الحريري يمثل بطائف السنية يجب التفاهم مع سعد الحريري هذه هي يجب أن تسري أيضا على الطائف الشيعي وعلى الطائف الدرزي يعني إذا نحن هذه بدنا نقول عند السنة نقول هي زيتا عند الشيعة وعند غينون وغينون التجربة مع سعد في الحكم كانت سيئة جدا 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 طبعا أي إعادة تفاهم بدوا إعادة تفاهم على الصغيري قبل الكبيري التيار مع كل التفاهمات اللي عملها مع حزب الله ومع سعد الحريري تفاهم على الكبيري قبل الصغيري بالكبيري مش الحال مع كل الناس هنا لما بدو يعاد النظر أو يعاد بناء تفاهمات أو غيرها بدأت تكون بل أصغيري قبل الكبيري يعني الكبيري أسيسية كتير بمهمة موقف سراتيجي للتار المحر إن هو يريد التفاهم مع الطائف السنية هو لا يريد تصادم بأي شكل مع الطائف السنية ويريد تفاهم مع قيادة الطائف السنية من يقود الطائف السنية هذا قرار استراتيجي بل أصغير فيه خليفات كتير يعني سعد الحريري عيش حكومة الرئيس عون الحكومة الثانية في هذا الرئيس عون عيشة حالي من الخمول من الجمود طبعا الوزير جبران بيسيل هو أفضل يحكي عن هذا الموضوع ولكن اللي هو بيسربه اللي هو يقايله أنه كنا نتفق على شيء بالليل مع سعد الحريري تاني يوم الصبح لمراجعات مختلفة يتم النقد بهذا الاتفاق مش بس بمستشاري مستشاري أو كان فيه أرار كبير ما بدوا البلد يمشي يعني ما بدوا الملفات التي تعني المواطنين أن تروح تمشي عم بيحكي عن مثلا خطة الكهرباء جبران بيسيل بقول عدة مرات تفقنا بالليل على هذه الخطة وتاني يوم الصبح وعينا بخبرية مختلفة طبعا خطة البيئة كانت كتير فضيحة لأنه سعد الحريري نيامة 4-5 شهر خطة المهجرين كمان سعد الحريري نيامة 4-5 شهر مكننة الشؤون الاجتماعي مكننة وزاك العدل وكان كله يتم الاتفاق عليه تاني يوم الصبح يتم سحب هذا الشي مين كان يراجع مستشارين قوة داخلية قوة أقليمية سفراء دول كبرى ما في جواب هذا أمر بس سعد الحريري اللي بيعرفه ولكن هذه التجربة أدت لخيبة أمل أدت لعرقلي أدت بتأديره أيضا وقود كانت 17-20 أنه أنتم ما قدرتوا تتعاملوا بأي شيء لأنه 17-20 ما كان بس الكهرباء لتعطل كان في كتير إشياء فيها تنعمل وكتير إشياء تم توقفهم خليني أخذ أول بريك ونرجع ترجمة نانسي قنقر هلأ التيار محمس في مجلس المطارني بيعمل موقف عظيم ولكن وين الأفريقاء المسيحيين وين الجول وين الرأي العام المسيحي الرأي العام المسيحي معنى في هذه المعركة التيار جهز يعملها التيار لديها الاستعداد ولديها الحماسة ولديها الرغبة أنه يعمل هذه المعركة شرط يكون مش شرط يمكن هني مش حطين شرط نعم هني التيار عم يعمل معركة مبدئية بالنسبة له ولكن أنا برأي ضروري واحد يسأل الرأي العام هل هو معنى في هذه المعركة أو غير معنى في هذه المعركة يعني صوري بس إجه الرأي العام إجه قال بعد مخرج السوري إجه قال نحن الشراكي تعنينا نحن إعادة تمثيل المسيحي إلى السلطة تعنينا فراح التيار عمي المعركة طويلة عريضة لتحقيق الشراكي لتصحيح التمثيل السياسي لغيره وغيره 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 اليوم كل حد تلتقي فيه بالشهر يقول لك أنت العونية شو عملتوا أنت شو التحدي اللي كان عندها كيبه 2005 مش تصحيح التمثيل السياسي هذه المعركة كلها التي أخوضت لتصحيح التمثيل السياسي تعنيك أو لا تعنيك معنى فيها أو مش معنى فيها هلأ إذا مش معنى فيها مشان هيك أنا بقول اليوم التيار ضروري سجل موقف مبدئي ضد نجيب مئات ولكن اليوم التيار بده يبعث شركة استطلاع جدية تجرب تعرف له هيدا الرأي العام شو بده يمكن الرأي العام ما بده يمكن الرأي العام بده بس يطلع جبران بيسيل يصب حزب الله ويوعد الرأي العام باخبار متل ما بيعمل سمير جعجع لا يمكن تحقيقها لا من قريب ولا من بعيد وبيرجع عنده شعبية طويلة عريضة طيب ليش برأيك المسيحيين تناخد على سبيل المثال للحصر الشارع المسيح ليش برأيك ما عيني له موضوع تعيين رئيس أركان ليش ما عيني له مع أنه هيدا يمس بصلاحيات الموقع المسيحي الأول في الدولة اللقينية في حكومة أداء الحكومة بشكل عام ليش مش عيني للشارع المسيحي في حكومة دون أي غطاء مسيحي عم تجتمع وعم بتقرر وأنا برأي حتى البطيارك الراعي اللي بالعادة يعني يعني خصوصي حول الأمور الحساسة بيكون أنه بيدوزن كلماته حكي عن حكمة ضيكة يعني حتى البطيارك الراعي كان قاس بوصف ما يحصل طيب ليش المسيحيين حسين حالهم غير معنيين مش عيني لهم الموضوع جدياً جدياً بده واحد يروح يسألهم بس أنا بقول إذا معينيهم ما بقى التيار يعمل مثل ما كل مرة بيعمل يعني التيار كل مرة بيروح بالمعركة المبدئية للآخر هلأ عم نحكي عن حدا يعني ما حدا بيأسف بأي شكل من الأشكال هلأ بعض العونيين لو أنا عم بيحكي هذا الشيعة عن الشيعة كانوا قالوا هيدا غسان مع الصوني الشيعة هلأ نحن عم نحكي عن نجيب مئات يعني ما فيه ولا أي إنسان يروح يدافع عنه إذا هذه المعركة لا تعني الرأي العام ما تعملوها خلص سجلوا موقف مبدئة ووقفوا يعني إذا هذه المعركة تعني الرأي العام تعني الرأي العام المسيحي فيه واحد يروح يعملها للآخر أنا مع الأسف الشديد مش عم تطلبوا من التيار يعمل معارك تعني المسيحيين لا تعني الرأي العام لا لا رأي العام بآخر شيء هذا التيار عنده نخبين هذا التيار عنده رأي عام هذا التيار عنده سيدا تطيار دائما يطمح للانفتاح على كل الشوارع اليوم هو يمثل هو اليوم يمثل أقضي وناخبين مسيحيين بإمتياز فهؤلاء الناخبين بيعملوا هذه المعركة بيعملوا المعركة ضد حكومة نجيب مئاتي إذا كانوا هني بدون معركة لهيك أنا عمقول نحن اليوم بحاجة نشوف جديا الأفريقاء المسيحيين سامير جعجع عيني أو معيني على بيان مجلس المطارني في نية لتحرك سامي جميل اللي ما قادر يعيش مع ما بعرفين ما بعرف مين متعايش مع نجيب مئاتي يعني هو ما قادر يعيش مع حزب الله اللي عم بيقاتل بالجنوب بس قادر يعيش ويسكت عن حكومة نجيب مئاتي وما عنده أي مشكلة فيما تفعله هذه الحكومة وتصادر صلاحيات وغيره 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 وتمندر عم نربط بده كل واحد اليوم يقول حتى حكي سامي جميل عن تهديدات أمنية يعني عم تحكي عن تلي عن حزب الله بالجنوب وكذا هو حكي النائب سامي جميل عن تهديدات أمنية لحياته عحياته كذا على التليفزيونات يعني الله يعينه والله يحميه بس أنه آخر النهار كل اليوم تنجع لعنا جميل مئاتي كل الأفريقاء المسيحيين بيحيج يقولوا هذه هي معركة كل التغييريين اللي قالوا هني مع الدستور وهني مع القانون طب نحن اليوم أمام استباحة للدستور صار عمرة سنتين ما سمعنا منه الموقف الكارسي أنه هول الناس حيرجعوا ينتخبوهن التيار يبحث اليوم عن 26 نائب كرمال العريضة النيابية للطعم بموضوع يعني أو للتقدم بأنه بمحاكمة اللي مقامت به حكومة تصريف الأعمال رح يلاقي هال 26 نائب بشكي لقيهم بشكي لقيهم بالمجلس اللي مكون من 128 نائب ما رح يلاقي التيار 26 نائب ضد مقامت به حكومة نجيب مئاتي أهم شيء اليوم أنه التيار يقدر يوصل لرأي العام لأنه هذه المرة التيار طلع بيان يعني يؤيد ويشجع الكلام يلي حكيه يلي حكيه البطريارك الرعي بس صرح البطريارك تاني يوم تالت يوم كانوا المطارين قاعدين قال ولو طلعنا موقف ما حدا علق عليه ما أروا بيان التيار وبتالي اليوم التيار أهم شيء يقدر يقول لكل هذا الرأي العام أنا عم بعمل هذه المعركة أنا عم جرب جمع 26 توقيع وأنا مقدر تجيب 26 توقيع والمهم أنه هذه الرسالة توصل للناس إذا بدي أقول لك إذا الناس فرقاني معهم أنا كيرستة أنه اليوم أنا أرى أنه الرأي العام ما فرقاني معهم أبدا يعني الرأي العام ما فرقاني معهم عدم وجود رئيس الجمهورية استباحة صلاحيات رئيس الجمهورية بتفرق معهم رئيس جمهورية بس نفوت بهذا بالتنئير الخاص بمين لمعطل ومين لمعطل هيك بصير فرقاني معهم بس ما فرقاني معهم عدم وجود رئيس الجمهورية ما فرقاني معهم مصادرة نجيب ميكاتي لكل هذه الصلاحيات مفرقني معهم شيء وبالتالي بده واحد يعرف لابد يعمل لهم معركة وشو قفك هذه المعركة وهل أنا قادر إربح المعركة أو ما قادر إربح المعركة أيضا هون مروحنا نقطة أساسية لازم الطيار من الأول لحظة ما نرجع نوقع بخطأ قائد الجيش بأول لحظة لازم نعرف سقفنا في هذه المعركة شو اللي واحد قادر يعمل بوجه نجيب ميكاتي في موقف سياسة عبر عنه الطيار داعم موقف بكركي إيجا داعم موقف بكركي صرنا بموقفان سياسيان هل فيه أفاق أكتر توحد يعملها؟ يعني قادر التيار بعد اللي بيمون عليهم في هذه الحكومة أنه يقل لهم ما عرف شو أنه فلوا أكتر فوتوا أكتر شو الأفاق اللي عنده إيها؟ يشرح للناس نخيين نحن في هذه المعركة قادرين نعمل واحد نين ثلاثة بس هذا سقفنا وهذا اللي فينا نعمل بس كمان هذه اللحظة مؤاتية جدا لسؤال المسيحيين عما يريدونهم يعني خلص قالوا خلوا حكومة المئاتي تروح تحكم هاك الرأي العام اللي لبناني بده أنا بقل لي أنا أرى هاك أنا شايف عند الناس طبيعيين معين يتون هدي المعركة العونية بيتحمسوا بس العونية بس الناس التانين ما فرقاني معهم الكاتائي ما فرقاني معهم الصلاحيات راحت عندنا جيب مئاتي الأواجي ما فرقاني معهم أهم شيء أهم من كل هذا طائف السنية صلى عشرين سنة بتقول الطائف وين الطائف اليوم وين صلاحيات الوزير اليوم كله تم الفتح بالطائف طب أنا تدمير الطائف الطائف السنية إبلياني عنه يبدو أنه إيه لأنه ما حدا اعترض أنه ما حدا اعترض عن اللي قامت فيه حقوق الرئيس مئاتي وبالتالي اللي أسوأ شيء بيصيبك بالسياسي لو أنت تكوني عم تحكي خطاب هذا الخطاب لا يعني الناس كل الناس أنه معركة بين تنين الحقوق المسيحية أنا مثلا ما كانت عينيتنا لا من قريب ولا من بعيد بس كانت عيني الرأي العام كانت عيني الرأي العام المسيحي طب معركة بناء الدولة كمان كان فيه جزء كتير كبير من الرأي العام مصدق هذا الخطاب ويريد هذا الخطاب ويتبنى هذه الشعارات اليوم هذا الخطاب الخاص بصلاحيات نجيب مئاتي بمصادر الصلاحيات بغيره واضح أنه معيني الناس أول شيء أول شيء يعني بس واحد بده يبني خطابه منشوف تفاعل الناس معه شوف شو أفاك الناس معه بديرجع أقول هذا ما خصوا بالموقف المبدأي تيار أخذ موقف مبدأي عظيم هلأ هذا الموقف المبدأي كيفية تطويره إلى حملة أو الاكتفاء بهذا الموقف المبدأي خصوا بالناس خصوا بكل القوى الحية بالجمعات بحالة البلد يعني بالنقابات بغيره بكل شيء في القوى في هذا البلد هل هي معنية أو هي غير معنية عظيم إذا بدنا نحكي شوي رئاسة جمهورية وهذا الملف بدنا نوسعه معك غسان اليوم هيكي خرجي بعض المعلومات إلى الضوء بتقول أنه الرئيس برينة ويعمل جلسات تشاورية أو مشاورات حوارية يعني ما بعرف كيف أننا نلاقي الكلمة عبل منتصف أدار لأنه بمنتصف أدار بده يدعي إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية والتيار الوطني الحر تماما هيكي في بعض الأجواء المحيطة فيها عم بتقول أنه يعني فيه فكرة معينة أنه خلينا نغلب هذه الفكرة لفكرة التشاور على فكرة التمترس خلف اسم واحد وإذا صدق الفريق الآخر بيكون فيه إيجابية من ناحيتنا كيف شايف هذا المشاهد أوكي لكن أول شيء التنفوط صح على الملف الرئاسي فيه فريقين نعم فيه فريقين خارجيين يجربوا يعملوا شيء بالبلد فيهما خاص للإستحقاق الرئاسي فيه المجموعة الخماسية اللي فعليا الفرنسي عم جرب يحكي بإسمها وفيه فريق القطري الفرنسي عم جرب يحكي بإسمها أم لمصر فيه تقدم للدور الأمريكي اليوم الحديث هلأ بالملف الرئاسي الأمريكي ما عم يحكي الحديث هلأ بعده الفرنسي هو اللي عم يحكي ولكن بهذه الدول فيه وجهة نظر فرنسية أمريكية بينتنين الأمريكي سيكت الأمريكي ما أوحق أنه يتبنى سواء الفرنسي أو القطري نحن اليوم بالبلد لدينا سيناريوين لدينا سيناريو فرنسي و لدينا سيناريو قطري الفرنسي يتمترس خلف جوزيف عون بشكل كتير واضح الفرنسي اليوم بعد سقوط مبادرة سلامان فرنجي عمل تكويعة مع السعودة و مع الأمريكية و مع المصر و بوقتها كان فيه القطري يجا تقول اليوم أنه جوزيف عون هو الملشح سوهذه الدول بعدها عم بتقول بدنا تحت عنوان جوزيف عون يا حزب شو بدك لتقبل جوزيف عون جوزيف عون فيه فريق تاني اللي هو القطري اللي هو أول ما انتبنى قائد الجيش اليوم بمشاوراته و بقعداته عم يحكي بغير خطاب عم يحكي بمرحلة ما بعد جوزيف عون هلأ مين الجدة هل القطري ايه مرحلة ما بعد جوزيف عون فيه اسم معين ولا لا اي بس أنا بفضل ما فوت فيه عم يحكي بثلاث أسامة القطري فعليا متبنى واحد منهم أنا بكرة هكون عم كب اسم عتيجي لأنه بكرة كب اسم لأنه بيعتبر أنه هذا الاسم هو تسويق هذا الشخص فاليوم القطري عم بيحط سيناريوات سيناريوات تانية لحديث هلأ أنا كحدا عم بسمع عم بسمع ما عم يحكى ما قادر إليك هل القطري جدة هل الفرنسي جدة هل هو الاثنين بدهم يوصلوا لمطرح حلطين خريط الطريق وعن بقولوا نحن بنروح نمشي لمطرح اللي عيت للقطري وقال له رجع على البلد هو الرئيس نبيه بري يعني لما إجا القطري من جمعتين أو ثلاثة كان الرئيس بري لقيل له تا طب إجا القطري مع مجموعة أفكار جديدة أوحى القطري لمن يلتقيهم أنه الحزب ورئيس بري إبلينين بهذه السيناريوات أو لينين مش إبلينين لينين فيما خاص هذه السيناريوات التانية يعني اللي بتحكي غير عن جوزيف عون وغير عن سلامان فرنجي طب هل هون الكثير خطر بالقطري أنه تاريخيا هذا القطري مناور يعني إجا وعد السوريين وعد الرئيس الأسد بإشياء كتيري طلعت كلها كذب طيب طلع كله ما في منا شي صح هل هو عنده تفويد هل هو عنده قدرة هل 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 ما في جويد طب بالمؤيب بس كان في تعويل على الدور القطري بمرحل المراحل عندنا هون بالملف الرئيسي بالتحديد بدي قليك نحنا كل الوقت من عويل يعني نحنا كالوبنانيين شاطرين بالتعويل بالتعويل القطري عميل عبدور هذا الدور موجود اليوم على الطاولة هل هذا الدور قدر يوصل لمطرح أنا بيقلك ما بعرف أبدا يعني الأمريكي ترك الفرنسي يفتح خط والقطري يفتح خط هؤلاثنين عند الأمريكي هؤلاثنين طالعين من عند الأمريكي في هذه اللحظة حزب الله يرتاح في هذه اللحظة الأقليمية حزب الله يرتاح للقطري الذي هو الأب الروحي السياسي لحماس والأب المالي أيضا لحماس يرتاح الحزب للقطرة أكثر مما يرتاح للفرنسا اللي أخذ كل هذه المواقف المخيبة لحزب الله منذ أربعة تشهر لليوم يعني بهذه اللحظة يمكن تقول لي من أربعة تشهر كان الحزب يرتاح للفرنسا أكثر من القطرة أو كان الفرنسا والقطرة مثل بعضهم اليوم الحزب يرتاح للقطرة أكثر من الفرنسا طبعا جبران بيسيل يرتاح للقطرة أكثر من الفرنسا هل القطرة جدة قادر لديه القدرة لديه التفويد يحظى بدعم أمريكا يحظى أنا بقول لك ما بعرف أبداً يعني هاي دي الأمريكي بديرجع يشوف بآخر اللحظة اللي قدر يجيبوا القطرة مقبول بيقبل فيه الأمريكا اللي قدر يجيبوا القطرة غير مقبول ما بيقبل فيه الأمريكا هذه اللحظة هذه الحركة القطرية الفرنسيين ما عم بحققوا أي تقدم يعني الفرنسيين فيما خاص ترشيح جوزاف عون لا يوجد أي تقدم حزب الله فيما خاص ترشيح سلامان فرنجي أيضاً لا يوجد أي تقدم بسمعه بالجوة قبل شوة قلت لي فيه ليوني لا فيه ليوني في مقص المسعى القطري القطري عم بيقول أنا ما عندي أبداً من عند حزب الله أو نحن هيك إلنا أو نحن أبدينا ليوني أو نحن قبلنا البحث فيما بعد أبداً 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 القطري عم بيقول فيه ليوني هذا المسار القطري هل هو ما يعول عليها الرئيس نبيه بره للدعوة لجلسات حوارية شكلية يتبعها جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية عند السناء الشيعة عم بيقولوا صار وقت انتخاب رئيس إنه إيه إنه فعلوا انتخاب الرئيس إنه خلونا ننتخي برئيس هل هايدي يؤخذ مننا ليوني فيما خاص صحب ترشيح سلاميين فرنجية القطري طلع قاعد مع سلاميين فرنجية وطلع مع سلاميين فرنجية سلاميين فرنجية غير متراجع عن ترشيحه يواصل ترشيحه نحن ما عنا أي هنت حقيقية من عند السناء إنه هني في صدد التراجع عن ترشيح سلاميين فرنجية وما عنا كمان أي هنت من الأفريقاء الثانيين إنه هني مستعدين يقبلوا بسلاميين فرنجية لهيك إذا الرئيس بري دع على جلسة وفق هذه إنه هيدا مش مستعد يتراجع وهيدا مش مستعد يتراجع الجلسة ما إلعازي إذا كان فيه ليوني من أحد الفريقين التي يعكسها القطري أو يخبر عنها القطري فيها تكون الجلسة في إلعازي طيب بس يعني وسط كل ما يحكى عن جلسات تشورية هذا مش دليل مجرد ما إنه الرئيس بري لأنه كمان بالمقابل عم ينقال إنه الخمسية عم تضغط على الرئيس بري إنه يجب فتح المجلس يجب حوار يجب كذا ومن مال تاني حضرتك عم بيقلي إنه القطري عم بيقول إنه أنا عندي شوية ليوني ممكن إنه بالحوار نقدر نوصل لشي محدد لتركيبي محددة طيب هيدا كله كل هيدا المشهد ما إنه دليل شوي ولو قليلا إنه فين تفت تراجع عن ترشيح السلامية الفرنجية ممكن لإنفتاح نحو أسماء أخرى ما بعرف لكي هني اليوم اليوم السنائي بالمشهد الأقليمي يعني فيه كتير حديث بيرجاء اللي قطري عالليوني بس إذا واحد بده إذا واحد بده يقرأ معطيات طيب أنتوا هول عم تطلبوا منهم اليوم التراجع اللي ما بعض اللي طاني عم تطلبوا منهم بين تنين الانفصال عن المحور أنه الخروج من المحور عم تطلبوا منهم عدم ربط عدم يعني هذا التبني الهائل لحركة حماس وتدريب حركة حماس واحتضان حركة حماس عم تطلبوا 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 شو عم تعطون لا لهم ما يحكى أنه عم يطلب من الثنائي بالتحديد فصل ملف أحداث الجنوب وأحداث غزة عن الملف الرئاسي خمسية عم تطلب هاك لا لا مسلم فيه مسلم فيه سيد حسن بارح طلع أكد علي يعني إحنا مش ربطين الملفات لا قبلوا لبعد روحوا حلوها بس أنت بالسياسة عم تطلب منهم كل هذه الأمور بالمقابل كمان بديك تطلب منهم تسحبوا مرشحكم لرئاسة الجمهورية شو بديك تعطيهم بالمقابل سؤال جدي أنه أنا فيه فريق عنده بالملف الأقليمي كل هذه الأوراق وبالملف الداخلي كل هذه الأوراق طيب اليوم أنا بدي روح إله لسنائي الشيعي اتراجع عن أسلامية فرنجية شو بدي يعطي إنتي هلا إذا بديك تروحي إذا بديك تروحي تقولي لعن جبران بيسيل قلت له خيي قبال بأسلامية فرنجية اتراجع عن عدم قبولك أسلامية فرنجية يقلك أنا بدي منك شغلتين ما هيك لا مركزية طيب هيدا الحزب إله تراجع عن أسلامية فرنجية شو بديك تعطي بشكل جدد بالسياسة عم بحكي مش إنه صلاحيات مش إنه مديد يشو شو بديك تعطي يعني أنت عم تأخذي منه تطبيق القرارة سعي وواحد تراجع عن أبعض اللي طانية عم تأخذي 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 أو عم تطلبه 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 ما حتأخذي شي منه بس عم تطلبه 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 بالمقابل شو بديك تعطي كما لهيك بقلك بهاي اللحظة إنه التفكير بإنه الحزب يتراجع عن سلامية فرنجية بهي اللحظة لحظة يتم الانتخاب برئيس الجمهورية هو عنده معطا أقليمة يجعله يقول لازم ننتخي برئيس الجمهورية وأنا قبلان أنه سيسر وسهل ويجي من مكان رئيس الجمهورية ممكن يكون عنده هذا المعطا ولكن بالداتا لقدامنا ما فيك تقريه ما فيك تقولي أنا شايفة في مكان ما في صغرة ممكن واحد هايك يفوت مننا يقول لنبدأ هايك بحسب رؤيتك للمشهد السياسي في اسم اليوم يتقدم على اسم يعني سليمان فرنجي يتقدم على جوزاف عون جوزاف عون يتقدم على سليمان فرنجي ما بعرفه في شي اسم هايك مقرب فشخة أكتر من الثاني أكيد سليمان أقرب من جوزاف عون يعني أكيد سليمان لأنه الفريق اللي مع سليمان قادر يعطيهم شي بالمقابل تحت يعطوه سليمان يعني قادر يروح إذا تقول فيه مفاول هلأ أمريكي قاعد عراس هذه الطاولة قادر اليوم حزب الله يقول له أنا خي بعطي هايدي أعطيني هايدي منيه الفريق الداعم لجوزاف عون بهذه اللحظة ما عنده شي قدمه تحت الفريق الثاني يسحب سليمان فرنجي هايك سليمان متقدم على جوزاف عون هلا أكيد الاسم الثالث يعني أكيد الاسم الثالث فيه تقدم على الاثنين شرط الليوني يعني شرط أنه بس لهلأ بدي أرجع لك بس القطري عم بيسرب هيدا الجو المليح يعني هيدا ما فيه تقاطع أنه يوحي بهايك الموفد القطري بعضه هون بعضه ببيروت أنا جديا ما بعرف أين مات بيجي أو أين مات بيروح لأنه يعني فيه موفد أمني اللي بيلعب دور رئيسي فيه موفد رسمي هذا اللي بنعرف نحنا أنه يجي وراح بس الدور الرئيسي هو للي عم يشتغل للي عم يشتغل الشي الأمني يعني هو اللي رايح شي السؤال الأخير قبل البريك التاني برأيك ممكن يعني وسط كل ما يحكى وما يشاع ممكن يكون فيه بأدار لحلحة بالملأ في الرئاسي أو كله بعده قرقع في في أوعي فارغ أنا يعني لكن ممكن يكون بس أنا ما بحب أقول أنه هيدا عن جد توقع يعني هلأ ما عندنا معطى يقول إيه نحنا رايحين لحل حلي لأنه نحنا دايما يعني نحنا بس إيجا القطري أول مرة كنا عساس في انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس كان جاي هو يوم التنين وأنه كان هلأ التفاعل سأنا هلأ بالطلط أنه أنا بيجي بقول إيه أنه فيه تفاعل فيه ما بعرف وين نحنا إذا من هلأ لشهر أدار لآخر أدار لا تنخرت هذه المنطقة بحرب أكبر بيكون وضعنا عظيم بنكون كتير منيح يعني هلأ فيه تحديات أكبر بكتير من قصة الرئيس يعني واحد يفكر فيه هل الجنوب حيكون آمن هل أهل الجنوب حيضلوا عم يتعرضوا لأصف اليوم نحنا أمام خمسين ستين ضيعة مهجرين من كوراهم هل حيرجعوا عضيع أو ما حيرجعوا عضيع أنا كحدة يعني عقلي وتركيزي هلأ وعطفتي صراحة بغير مطرح هلأ رح نحكي عن الجنوب وأوضاع الجنوب ولكن بعد هذا البريك نتابع هذه الحلقة الخاصة بدأ نحكي شفيا عن الأوضاع الجنوب أنا مصير أقول للناس أنه كريس تحت الهواء أهلا من كريس لا بس هلأ خلينا جديين لأنه بدنا نحكي عن الجنوب الجنوب يلي عم بعيني والمجروح يلي عم بعيني يلي فعلا أهله مثل ما حضرت كتفضلت غسان ناس حين بس بذات الوقت صامضي يعني الحلو أنه بذات الوقت أهل الجنوب صامضين شفنا مجزرة النبطية شفنا مجزرة الصواني شفنا يعني سبعة أو تسعة يمكن من ذات العيلة يعني ما بعرف رقعة الاشتباك توسعت النيران إن فتحت أكتر الأهالي عم بعانوا أكتر نحن لوين رايحين جنوبا لكن الكتير أساسي بهول ثلاثة أيام المرأة أنه السيد خلال أربعة شهر كان حريص بإطلالاته يفرج الإسرائيل أنه هو مرتاح يفرج الإسرائيل أنه هو رواء حتى بزروة الضغط بأول خطاب لما كنا ناطرين خطاب في هجوم أو في تصعيد كان الخطاب كتير رواء مبارح السيد كان عنده حرص واضح بالخطاب أنه يفرج الإسرائيل أنه هو لا بتعصيب أنه هو أنه هو فات بمرحلة جديدة حتى تحدث أنه الدم مقابل الدم يعني المدنيين اللي سقطوا رح ننتقم رح ناخد لهم أعتبارهم بالدم مش بالمواقع ولا بالإليات ولا يعني كان واضح نحن بالشكل كنا أمام نوعية نوعية خطاب جديدة واحد اثنين نحن بآخر أسبوعين بحكم تغييرات مناخية خصوصاً لخطيطة والضباب سمحت للمقاومين لأول مرة من أربعة الشهور يتجاوزوا كاميرات الرصد يتجاوزوا الطائرات اللي عم بترائب ويعملوا عمليات نوعية موجعة دون أن تتمكن هذه الطائرات من التقاطهم هذا كمان كان نوعية اليوم المقاومين عم يقدروا يحركوا بين خمس وست ساعات مثل ما شرحوا لي بدون ما تقدر المسيارات أن هي طلقتهم أو تعرف وين هني ثلاثة لازم اللبناني يعرف أن احنا أربعة شهر المقاومين عم يعملوا عمليات مباشرة على الشريط نحن بنطاق جغرافي دايق هذا المقاوم عم يتحرك عم يطلع يقصف مباشرة يعني مش من نفق مش من مكان إذا بدك مسكر عم يطلع بمكان مفتوح مية بالمية بحرش مية بالمية يطلع يقصف ويرجع لورا اليوم حسب الله بيقول أنه هو لحديد هلأ ما فرجة الإسرائيلي أكتر من ثلاثة بالمية مما لديها يعني فرجة بعض الصواريخ بعض قليل جدا من الصواريخ كله هيدا عم يجي بآخر جمعة هل مع أيضا الحزب بيقول أنه هو عامل إعادة انتشار عسكرية طبعا الإسرائيلي شايفة قدامه هل هول الأربع عوامل لردع الإسرائيليين هل في معطى عند الحزب أنه نحن نعم أمام تقدم إسرائيلي أمام نية إسرائيلية بتوسيع هذه الحرب عبر عنها بدرب النبطية أو شيء تاني يعني لهيك بهذه اللحظة نعم في قلق هذه الأربع مستجدات عند الحزب هل هدف منه إيصال رسالة ردعية كبيرة للإسرائيليين لما يطلع السيد يقول أنه نحن ليس فقط مئة ألف مهجر نحن سنكون أمام مليوني مهجر هل هو كمان عم بوصل رسالة للإسرائيلة لهيك هذه اللحظة أخطر من كل اللحظات السابقة يعني ليش الحزب اليوم قرر يعمل هؤلاء الأربع إشياء هل في معطى عنده أنه نعم الإسرائيلي بيوارد توسيع الحرب وماذا يعني توسيع الحرب من سنة 96 كان في شبه اتفاق طبعا غير معلن غير مكتوب غير رسمي بين الإسرائيليين وبين الحزب توازن ردع بين الإسرائيليين وبين حزب من 96 بيقول هذا الاتفاق من 96 أنه أنا إذا طلعت العملية من هذه النقطة ضد الإسرائيليين برد على هذه النقطة مش من حيث انطلق المقاوم يعني إذا المقاوم طلع من مطلق مكان من الضاحي وراح بسيارته عمل العملية تنقول بشأرة بيرد الإسرائيلي بشأرة مش بالضاحي ما بيرد من حيث انطلق المقاوم هلأ الإسرائيل بعملية النبطية نقل هذه المعادلة وبلش مش من عملية النقل من قبل النبطية كسر معادلة 96 وعم يضرب المقاومين من حيث انطلقوا وليس من حيث انطلقت العملية يعني عم يرجع على بيتهم طي يروح يضربهم البيت اللي فيه ناس مدنيين 100% وبالتالي التحدي عند الحزب مش هين في حدا عم يكسر معادلة عمره منذ عام 96 بالإسرائيلي اليوم كيف الحزب بده يرجع يعيد هذه المعادلة طبعا تهديد السيد جدة تهديد السيد يؤدي إلى عملية هذه العملية يحدد توقيت المقاومين والميدان هذه العملية كيف ممكن الإسرائيل يرد عليها بعملية مضابة أكبر تتدحرج الأمور إلى حرب أو تنجح الوسطات المختلفة أو يرتدي على الإسرائيل الكارسي في هذا المشهد كله مرتاح يعني كله معتبر طبعا ما بدنا حرب ولكن كله بيقول لك إذا نحنا على حرب عادة نحنا قادرين نحنا عم نحكي غسان إمكانية عسكرية أكيد طبعا ما حدا عنده شك بقوة المقاومة وبصمود أهل الجنوب مش عم نشكك ولكن بالجهوزية الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحنا قادرين نفوت بهذا حالك شيء ما في قوة عزمة وهلأ اللبناني ما بدوا يقرأ جاية الأخبار ولا بدوا يحضر قناة الميادين ولا بدوا يحضر الأوتيفي ولا بدوا يسمع غسان سعود بدوا يروح يقرأ بلومبرغ ورويترز ما بدوا شيء جوجل حطوا بلومبرغ حطوا الاقتصاد الاقتصاد الإسرائيلي طب الاقتصاد الإسرائيلي اللي هي دولة سيبقتنا بأشواط اقتصادية وتكنولوجيا تتعرض لنكسة هائلة كل حرب هي حرب كل حرب مطلق حربية حرب مكلفة هي حرب مكلفة وطبعا بكل حرب بيكون في ناس بيقولولك في فاتورة مادية في فاتورة أهم يعني هلأ اللي بيفكر أنه إحنا إذا دمرتنا إسرائيل هذا ما بيكونوا عم بيفكر أنه في ولاد حيموتوا أنه في ناس أنه الأهم من تكلفة المبنى اللي فيه واحد يرجع يا عمرو هو تكلفة البشر اللي واحد ما يرجع يردن فيه مبارح 200 شاب لحد ديت اليوم هو ما فيه شي بيردن هو الأهم من 100 ألف بناي و100 ألف جسر و100 ألف فايدة اللي بصيره بعض اللبنانيين مشغولين فيه يعني فيه ناس عم بيموتوا هذه تكلفة بشرية هائلة تكلفة اقتصادية هائلة طب الكارسي بهذا المشهد أنه الإسرائيلي مهزوم أنه اليوم الإيراني بده تسوي والأمريكي بده تسوي والأوروبي عم بيقول تعاون عمل تسوي واللبناني عم بيقول أنا بدي اتفاق وقفوا غزة أنا بوقف الكارسي بهذا المشهد أنه الإسرائيلي مهزوم الإسرائيلي ما قادر بغزة عيكي مبارح طب الفصائل المقاول مطلع على اتنين فيديو لاستهداف المركبات مطلع على اتنين فيديو لعدد القتلى الإسرائيليين الإسرائيلي بعده بغزة عم يكل قتل بعده لصواريخ خلق كله أنا بيقول لك دمروا غزة مشكلة الإسرائيلي مش مع الأرشيتاكت تبع غزة هو مش إنه كان مش معجب بالبنيات تبعه الغزة في تدمرون مشكلتهم مع هذه المقاومة التي ترمي الصواريخ على تل أبيب وهي ما زالت ترمي الصواريخ على تل أبيب وبالتالي ما قادر الإسرائيلي يجيب نصر ما بده شيء مش يعطنيني إيه هلأ هون باللبنان ينبسطوا فيه إنه دمرت غزة يعطيك العفو الجمهور الإسرائيلي لا يرضى بتدمير غزة جمهور الإسرائيلي في صواريخ عم تنزل عليه من غزة بده يوقفها عنده أسرة مع حماس بده يجيبه ندون تفاوض مع حماس وهؤلتنين الإسرائيلي ما قادر يعملوا غسان معك أربع دقائق لأنه مضطرين نختم على الوقت كرميل بودكاست وزميلتنا ريتا نصو دقيقتين عم بيصلحوا لديقتين ريتا اليوم وريتا بكرة مع الجنرال صح طبعا سؤالين أول سؤال عم بيصير في عمليات استهداف لشخصيات فلسطينية بمناطق اللبنانيين عم يتفاجأوا يعني بالعاصمة بيروت بجدرة بشوف يعني هذا خرق لقواعد الاشتباكية اللي أصلا هي مخروقة ولكن بمناطق وحتى أنه نحكى الإسرائيليين هددوا بطريقة أو بأخرى أنه وين ما كان الهدف نحنا رح منطلوا طيب ليش بدي يكون في مقاومين فلسطينيين أو شخصيات فلسطينية عم تجعل من اللبنانيين غير آمنين كثير حلو السؤال تعني بلش بمطلق حدا عنده مشكلة مع هذا الوجود الفلسطيني وأنا أول حدا عندي مشكلة مع هذا الوجود الفلسطيني المسلح وغير المسلح الله يعرض عليك خصوصا المقربين والسفارة الأمريكية حكوا لنا هالأمريكان يردو لنا النازحين الفلسطينيين إلى فلسطين ما بيعود عندنا ولا جنزح فلسطيني ما بيعود موجود لا بجدرة ولا ببيروت ولا بالضاحية ولا بكل هذه مخيمات البائسة اللي هني عايشين فيها حركلنا حالكن حكلنا هالأمريكان ينسوا صفقة القرن ينسوا إلغاء القضية الفلسطينية يحطوا لنا ياهن للشباب بالبواسط أنا حسوق أتطوع أنه أنا بجيب لك شباب من الحزب كمان بيسوقوا معا منوصلوا لهول الشباب إلى مناطق سكنهم إلى الحدود الفلسطينية يسمحوا لنا طبعا فلسطيني ما بيكون أنا مشكلتي مع إسرائيلة هجر هذا الفلسطيني إلى لبنان مع أمريكا يمنع عودة هذا الفلسطيني إلى فلسطين عندك مشكلة مع هذا الفلسطيني حطوا بسيارتك وصلوا على الحدود خلي يقطع الحدود خلي يروع على فلسطين بس أنا شو بدي أعمل فيه أنا بدي أحطه بالحبس شو بدي أعمل فيه بقتلوا شو بأعمل فيه بطلب أنه يضل بطلب إعادته إلى دولته أصل المشكلة أصل المشكلة إسرائيل حلونا إياها مع إسرائيل نعوى تاخدها النص مش تهجرنا نص لأنه هلأ هي كل مخططاتها أنه بعد فيه مليونين فلسطيني بيرزا بدي دمرهم و بدي وديهم حتى وديهم كان بدي أسألك عن اللي عم بينادوا بالـ 17-01 شو بتقلهم يعني من بعد هالخرق الكبير لقواعد اشتباك بس ما بقى اللي بيعاش سوين الله ياخد بإيدكم الله يوفقكم وكلنا بدنا الـ 17-01 يتطبق وكلنا بدنا الإسرائيلي ما يتحرك والحدود الجنوبية تكون آمنة ومستقرة الله ياخد بإيدكم وجدرة وبيروت وضاحية بيروت الجنوبية طبقوا الـ 17-01 نحن نكون مبنونين شكرا لألك غسان سعود على هذه الحلقة المميزة وشكرا مشاهدين لحسن المتابعة ما تنسوا بودكاست بعد شوي إلى اللقاء